السادة الأفاضل في كل مكان أهلاً ومرحباً بكم في هذا المقطع النهاردة اليوم الأحد 28 أغسطس سنة 22 مقطع اليوم غريب شوية هو انهيار الغرب والغز والكبرى انهيار الغرب والغز والكبرى ده يمكن يكون عنوان غريب شوية لكني اخترته بسبب عودة الشيخ أحمد الطيب من ألمانيا بعد علاجه هناك نتمنى الشفاء للشيخ أحمد الطيب لأي مريض ونتمنى له الخير الموضوع ما هو ليس عن علاج الشيخ أحمد الطيب ولكن عن مواقع التواصل الاجتماعي قامت ولم تقعد حتى الآن بسبب ليس بسبب الشيخ أحمد الطيب والأزهر اللي ما عرفشي الأزهر ايه هو الأزهر؟ الأزهر هو الهيئة التي تشرف على أحوال الإسلام أو هو اللي في ناس كتير بتقول هو لا يمثل الإسلام لكن رسمياً رسمياً للدول الإسلامية هو المرجعية التي يرجع إليها كل مسلم سني ده معناته للعايز يعني يشوف حجم أو ماهية الأمر ده مركزه ربما أعلى من البابا بابا الفاتيكان والسبب أنه حوالي 73% من المسلمين يعني أكتر من مليار مسلم هم من السنة بينما البابا هو مسؤول عن الكاثوليك والكاثوليك في الدول الكاثوليكية لا أعتقد أنه يتخطى عدد المسلمين السنة ولو تخطى أنا ما عنديش فكرة الأعداد بالزبط لو تخطى ففيه ندية فأنا بقولك دي بس علشان تقدر تعرف حجم مركز الشيخ أحمد الطيب الشيخ أحمد الطيب كان فيه شخص في الطائرة التقط له الصورة وهو جالس بعد العودة من العلاج في ألمانيا وهو يقع كتابه ده شيء كويس إنه بيقضي الوقت في الاطلاع والمعرفة عشان ده راجل له وزن وله حج لكن المشكلة في الكتاب اللي هو كان قارب بفؤول الغرب ده كاتب مغربي اسمه حسن أوعيد هو مفكر وأنا عن نفسي لم أقرأ هذا الكتاب ولكن اندهشت بالضجة لأنه فيه كتب بتيه كل يوم كتب بتطلع وكتب قيمة جدا يعني مش معقولة إنك أنت تقرأ دايما يعني بتكدس أي كتاب سمعت عنه إنك خلاص عندك الوقت إنك تقرأ لكن عن بحسي فيه اللي يسمع كلمة بفؤول الغرب ده بيعتمد على أنت جاي من أي خلفية لو أنت على سبيل المثال أنا عايش في أمريكا لما أسمع كلمة بفؤول الغرب أو ضمحلال الغرب سأتفق مع هذا العنوان مبدئيا ليه؟ لأن اللي أنا شايفه ما يحدث خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي بتمثل شعلة الحرية فيه إنشقاق وفيه صراع وتطاحن وربما تصل يعني مش أنا لا أعيد هذا لكن فيه احتمال واحتمال وارد واحتمال كبير إن الأمور في الولايات المتحدة ينتهي بحرب أهلية ده ما سيأتي إلى ذهني عندما أسمع بعنوان كتاب يقول أفول الغرب أو انهيار الغرب حيكون السبب هو التطاحن بين فئتين أو أكتر في الولايات المتحدة الأمريكية وده ينتشر إلى كندا والمكسيك وربما إلى باقي بقاع العالم ده اللي هيجي فيه دماغي لكن كاتب الكتاب هو من المغرب واللي ما عندوش فكرة عن المغرب فيه ثلاث دول في شمال إفريقيا عفوا الناس اللي هم يعني في الستينات والسبعينات من عمرهم خاصة من هذه المنطقة هم لا يتحدثون اللغة العربية بطلاقة لا يعرفون اللغة العربية لأنهم نشأوا نشأة على النظام الفرنسي يتكلموا اللغة الفرنسية ومش حايزين يعرف العربي الوقت حاليا اختلف بتجد المتعلمين تعليم أراقي في تلك الدول السلاس يتكلمون اللغتين ولكن يجيدوا الفرنسية أكتر السبب هنا أنه عارفين أنه اللغة العربية يعني محدودة من حيث العلم وهنقول في ناس كتير ترجع ولكن العرب والحضارة العربية كله ده خليك منه ده موضيع إنشأة فأنا لم أقرأ الكتاب ولكن بمعرفة الرجل يعني أعتقد أنه في الستينات من أمره حسن أوريد لذلك هو رجل متعلم ومثقف ويويد الفرنسية وشخص على هذا العلم والمعرفة والثقافة لن يعيد لبلده أو لأي بلد أخر إنها تصبح ديكتاتورية والخلافة كانت إيه ديكتاتورية واحد فوق بيحكم والكل يقول سمعا وطاعة أو تقتل فده رجل مفكر لا أعتقد إن هو ألف الكتاب ده أنا ما أردش الكتاب أنا احتمال يكون فيه شيء مختلف عن استنتاجي عن شخصية هذا الكاتب ربما ولكن اعتقادي الشخصي عن خلفيته إنه هو لم يكتب هذا الكتاب بقصد أنه الغرب هينهار ونطلع علشان كده أنا سميت الفيديو انهياء الغرب والغزوة الكبرى لأنه هو لا يعني هذا هو من وجهة نظره كما أعتقد أنا إنه يعتقد إنه لو عند انهيار الغرب لو انهار الغرب الدول العربية والإسلامية ستصبح ستنتهي إلى العصر الحجري ده ما يقصده بهذا العنوان ليه؟ لأنه الدول العربية والإسلامية تعتمد اعتماد كله في بقاءها الآن على الغرب فلو انهار الغرب من وجهة نظره ستنهار كل الدول العربية والإسلامية لكن ما هو الذي يضرر في رأس الشيخ أحمد الطيب الشيخ أحمد طيب رجل متعلم وعارف أين يقف الإسلام وعارف أين هي حدود الإسلام ويعيد تاريخ جيدا ويعلم أنه لو انهار الغرب في خلال سنة أو اتنين لن تقوم يعني الإسلام هينتهي تماما بأسرع من سيعانيه الغرب ولكن أتذكر من حوالي 30 سنة كنت مع مجموعة كنا بنادرس وكان فيه شخص بيدينا محاضرة وكان بيتكلم فيه المحاضرة أنه كان الرجل ده كان بيتنبأ أنه آجلا أم عاجلا النظام الديموقراطي هش وسيتفكك وينهار وأغلب المسلمين في المحاضرة إن لم يكن كلهم ما جاء إلى أزهانهم رجال ونساء ده كويس جدا ينهار الغرب وتبدأ الحضارة الإسلامية مرة أخرى إحنا بقى ندخل ونحكم بقى ويبقى عندنا خلافة فأغلبية الإسلاميين أو المسلمين أو المتأسلمين أو أخوان المسلمين سميهم زي ما تحب ما يضع بأزهانهم عندما يقرؤون كتاب بهذا الإسم بهذا العنوان أو يسمعون إن شيخ الأظهر يقرأ هذا الكتاب فهذا معناه إنه إحنا على وشك الغرب ينهار وإحنا بقى نروح إيه نغزل غزوة الأخيرة الغزوة الكبرى دي بقى مش غزوة بدر ولا أحد ولا الخندق دي غزوة كبيرة بقى ونستولع على أمريكا والأموال الأمريكية وفيه شقارات كتير بنات أصفر كتيرين في أمريكا ننكح نكاحا شديدا وإيه بقى نشوف شغلنا هناك دول اللي عايشين في أحلام اليقظة مش عايزين يعملوا حاجة خليني أفترض جدلا إنه بالفعل أمريكا ستنهار خلال تلت تشر ماشي هل تعتقد في رأيك الشخصي أو في رأيك الشخصي إن أي مفكر أو عالم طبيعة أو فيزياء أو كيميا أو أيا كان خياره الأول لأنه الغرب بينهار هل تعتقد مثلا يروح أنا يقولك أنها هاجر إلى ليبيا أو إلى السودان أو حتى إلى مصر ده نيجيريا أفضل بغير منه الفساد في نيجيريا يعني من أكبر دول العالم فيها فساد لكن هيقولك نيجيريا أفضل على الأقل فيها حرية رأيك ممكن أقول ما أريد قوله ولا يتهمني أحد بأني كافر ويستحل دم لو انهار الغرب اليوم المفكرين والمحللين والقادة والعلماء لما رحوش اليابان مثلا أمن وسلام وناس بتفهم فاللي أنا عايزة أوصله لك مش مش حكاية واحد كاتب كتاب بيتنبأ والنبوءة دي أنا أتفق معاه فيها الغرب فعلا في حالة هشة مش بس أمريكا دول أوروبا فرجوا على روسيا الآن مجرد أن هي روسيا دلوقتي بتحارب أوكرانيا أنا بقولش مين الصح ومين الغلق ولكن معنا لهم أكتر من ستة شهور الآن في معارك ده بيضعف اقتصاد البلد وأجلا أم أجلا بوتين هيخسر شعبيته ده شيء طبيعي لأنه قصارات الدولة بتهضر في حعوب ربما تعجل فيها كويس ف يعني حتى برغم عدم الاستقرار في روسيا العلماء العلماء ربما يتجهوا إلى روسيا ربما يتجهوا للصين لكن أبدا أبدا ما فيش واحد منهم حيقولك أنا هتجه إلى مصر أو سوريا أو ليبيا خيرا خيرا الشيخ أحمد الطيب شيء تاني لأنه عندما ذهب إلى ألمانيا وعاد يعني ما حدش علق بأي شيء نيجتيب ولكن عند عودته هو يقرأ هذا الكتاب ده صار حفيظة كثير من المفكرين منهم طبيب مصري اسمه عمر نسيت اسمه حاول أتذكر اسمه طبيب مصر طبيب وصحفي مصري اسمه خالد منتصر هو رجل متحرر في فكره فيعني طيب أنت راح تتعالج في ألمانيا وبتأمل لأنه ده أنا كمان أتفق مع خالد منتصر أنه قراءة الشيخ أحمد الطيب لهذا الكتاب أنه بيأمل أنه الغار بينهار خلينا واقعيين عشان يقوم هو بنشر الفكر بتاعه بيأمل أنه الغار بينهار فخالد منتصر كطبيب هو طبيبه إعلامي بيقول له يعني أنت رحت تتعالج عند الناس دول وراكب طيارة أمريكية وعمل لك فحوصات في ألمانيا وبتأخذ علاج أمريكي مثلا أو كذا فكونك أنك تتمنى انهيار الغار ده حييجي بالإساءة لك شخصيا لأنه واضح جدا أنه الأزهر فيه آآ كلية طب فيه أطباء مدرسين بيعلموا في جامعة الأزهر كلية الأزهر بتخرج أطباء لماذا تذهب إلى ألمانيا للعلاج لماذا لم تتعالج ب أطباء بلدك خاصة الخريجي الأزهر اللي هما من دينك وفكرك بلاش كتير اتكلموا ليه ما بتتعالجش بالحبة السوداء اللي قالك عليها آآ مؤسس الإسلام لماذا لا تتعالج ببول البعيع ولبن الحمير والكلام ده كله مدافع عندك ليه رايح للغرب الكافر يعالجك ويهتم بيك لماذا لا تسمع لنصائح مؤسس الدين أليس هذا نفرق فده سؤال الناس بتسأل ويحق لك أنك تسأل أنت بتقول أنه عندك كل الحاجات الحلوة والكويسة وأنت المية مية فين ليه ما بتتعالجش عند أطباء بلدك اللي هم عارفين كل حاجة وعندهم أسرار الطب النبوي والرقية الشرعية والألبان والبول وكده الحاجات دي الحلوة دي ليه ما بتستخدمهاش أليس هذا نفق سؤال مشروع ف وسائل التواصل يعني وسائل التواصل الاجتماعي دلوقتي الانترنت عمل ضجة على الكل فحاجة من اتنين يأما ننتبه ونصح ونواجه أنفسنا ونقول فيه حاجات كتيرة غلط حتى في الدين حتى في مؤسس الدين لأنها إن لم نواجهها نحن يعني فيه اللي هم فئة القرآنيين دول دلوقتي بقول لك إحنا لا نعترف بأي حديث قدسي أو نبوي كله كلام فاضي محمد كان شخص يخطئ ويصيب غير معصوم خلاص انتهينا من دين ولسه عندهم خطوة تانية طب والآيات الموجودة في القرآن اللي هي بعض منها يعني مخزي مش عارفين يعملوا فيها إيه فحاجة من اتنين يا إما نخلص من الكلام ده اللي هو بزيء وملوش لازمة في الكتب دي سواء سيرة أحاديث آيات قرآنية ونقول ده كان لوقته ونخلي بقى إيه اللي عايزي يعني الدين الإسلامي يتحلو بقى المكي إنك تحب يعني تتعامل كويس مع كارك وتصلي وتصوم وتروح تحج العمارة السودة اللي في السعودية دي عادي إنما بقى حكاية إنك إيه آه تعمل غزوة كبرى وغزوة سرعة وغزوة الخندق بتاع الزمان ده كلام ده انته نشكوكم ونحب نسمع مني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة